في سنة 2006 اعتمدت الأمم المتحدة يوم 21 أغسطس من كل سنة عشان يكون اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الهدف من اليوم ده هو تكريم ضحايا الإرهاب دعمهم نفسياً حماية حقوقهم وحرياتهم من وقتها الدعم للضحايا بقى أكتر من مجرد عمل تضامني بس أصبح بيشمل خطوات فعلية لتحسين حياة ضحايا الإرهاب الأطفال المراقين دول فئات دايماً بتتعرض للإرهاب مش هنكون من بلغ أبداً لما نقول هم من أكتر الفئات اللي بتتعرض للإرهاب لأنهم بيقع عليهم بشكل أو بآخر ساعات بيجندوا ساعات بيستغلوا من قبل الجماعات الهربية الإرهابية النتيجة كمان إن الأعمال الإرهابية بتصب بكلها فيه في الآخر فيه طفل غير سوي يعني لو حد من أهله هو اللي كان مجند الطفل في الآخر بيطلع مش سوي وبيطلع ناقم على المجتمع وبيطلع مش مبسوط فخلينا نعرف التفاصيل مع دكتر نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة والاستشاري النفسي إزاي ده ممكن يحصل إزاي نقدر نحمي الأطفال دي يا دكتر نور بنسعد بوجودك أهلاً وسهلاً دكتر نور فيه أسليب الجماعات الإرهابية بتستخدمها يعني بتحاول تستقطب بها أكبر عدد ممكن من الأطفال ومراهقين بناتدعي إن إحنا بقين عارفينهم ولكن كل شوية أكيد دول بما إنهم لسه مستمرين أكيد هم بيلاقوا طرق مختلفة هاي طيب حيث أبدأ كان في خامة الساد الرئيس في 2017 في قمة العربية الإسلامية اللي كان في رياض قال الكلمة الكلمة في معناها أن الإرهاب بات تهديداً جسيماً على شعوب العالم وحتى توصيات إن عشان حربوا في أبعاد كتيرة جداً مش بس سياسية وعسكرية محتاجة أكتر من حاجة بما فيهم التعامل مع أطفال قبل الاستقطاب كمرحلة استباقية وإزاي ممكن نتعامل معهم وإزاي ممكن بعد كده هاي الأطفال يتعافوا أو اللي يتعرضوا من خلال التنظمات الرئيسة إزاي ممكن يتعافوا واتاخد الكلمة دي كوثيقة في مجلس الأمن الدولي الإرهاب أو فكرة استقطاب الأطفال ده كانت من حرب العالمية الأولى كان في بريطانيا العزمة تم استقطاب 250 ألف طفل في الحرب الحرب العالمية التانية في أوروبا يعني إيه استقطاب؟ يعني تجنيدهم ولا تجنيدهم ذهنياً فبقوا موجودين ضمنهم؟ تجنيدهم يعني تجنيد الأطفال يعني بتسميهم الأطفال الجنود ده مسمى تم يتعرفها من المفوضية الأوروبية أي طفل بيتم استقطابه أو اندماجه داخل الجماعة هو طفل دون 18 عام تم استقطابه بطريقتين يأما الاستقطاب القصري غزباً عنه أو غير القصري وهنا يختلف تماماً بين الاتنين فيه 15 دولة حول العالم من أكتر الدول تجنيد للأطفال ومراهقين والكرسى اللي فيهم خمس دول عربية عربية وفيهم خمس دول أفريقية أو أربع دول من أسيا تماماً طب الشخص أو الطفل اللي بيتم تجنيده عايزة أسأل حضرتك هنا كاستشاري نفسي بتبقى إيه هي الخصائص النفسية لهذا الطفل؟ أنه يعني يتم استلاب عقله وروحه ونفسه وأنه يمشي في هذا الطيار ويتم تجنيده الشكل أو الشخصية النفسية إنجاز لنا التعبير لهذا الطفل تكون عاملة إزاي؟ طيب خلينا نقول فيه كم عنصر مهمين جداً هم عرضة للإستقطاب أو الشخصيات التي لعرضة أكثر عرضة للإستقطاب أول حاجة بحط عليها 50 خط الإهمال والتهميش الأسرة اللي بتهمن ولادها ودايماً بتقارن وبتهمشهم مع استمارية مع الوقت بيجي لهم حاجة اسمها الإضطراب المصطنع الإضطراب المصطنع هم عايزين يلفتوا انتباه الآخرين من خلال السوشيال ميديا بيتم استقطاب نوعية الأطفال دي من خلال مادة بتقدم لهم طيب اتنين تقدير الزيت تقدير الزيت كتر القصوة والعنف الأسري بيأثر على المادة البيضة لحاولين المحور العصبي في المخ فبيبدأ عنده تقالبات مزاجية ومزاج عصبي وقد يصل إلى اضطرابات ألأ فشخص مش عنده اضطرابات ألأ يعني شخص غير سوي فبيتم استقطاب بكل سهولة في الحالتين سواء كان اضطراب مصطنع بسبب التهميش والإهمال أو بسبب العنف الأسري اللي اتنين بيأثروا على البرين كنها بقى عنده تراب فعشان أبدأ أديك ذاتك وأقدر ذاتك ببدأ أديك أفكار بأكتر من شكل في طريق استقطاب الشبكة بنسميها استقطاب عن طريق الشبكة إن احنا من خلال ألعاب إكترونية تديك حاجات من العنف دي تنظمات بتنزل ألعاب إكترونية بيتمين العنف فبتبدأ تلاقي ذاتك فيها فبتعيش في عالم افتراضي بتلاقي نفسك وقوتك وشخصيتك جو اللعبة بتحقق نجاحات وهمية بتحس بالتقدير من الآخرين لأن الألعاب دي قائمة على وجود مراحل فعلشان تقدر توصل لمرحلة ومش عارفة بتبقى قائمة على إخضاع الآخرين أو على مكاسب فبتحس إنك بتقدر تعمل حاجة هو ده اللي بتلعب عليه الجماعات ده جزء من الشق يعني الشق الأول بتاع الشبكة ده من خلال بعد كده بتوصل لمرحلة التلزز بالعنف فلما أبدأ أديك أفكار تعالى فيه عندنا أنا أعمل حاجات ليه علاقة بالعنف طبعا ده بعيد خالص عن أسره أو القامع القامع الدول اللي فيها المجورة اللي فيها حروب بيبعندهم أنواع من أنواع الاضطرابات النفسية زي رهاب قذاف الهون الدول اللي حصل لها اعتدائية من خلال الدول معادية بيبدأ القذاف الهون اللي هو بيت بتاعه اتضرب من خلال الجيش المعادي أو من خلال الاحتلال فبيبدأ عنده مشاكل نفسية أو اضطراب اللحية بأي شخص مثلا عنده لحية تم تدخل جوه البيت بيبدأ عنده اضطرابات نفسية فيه ناس بيجي لها الرهاب الأماكن المغلقة عشان البيت أو المكان اللي كان فيه ضرب فيه ناس عندها رهاب الأماكن المفتوحة عشان فقد أسرته أو حد عزيز عليه ده بيستمر مع الطفل أظن طول عمره يعني لو المشاهد اللي حتى بتشوفها في غزة مثلا الأطفال اللي بيشوفوا إخوتهم وأبأهم وأمهاتهم بيستشهدوا أمام عيونهم والبيوت بتقصف هذا المشهد مشهد ليس عابراً يعني مش مشهد عابر سريع ده بيفضل محفور في ذاكرة الطفل طول عمره إلى أي مدى ده بيؤثر على نفسية الطفل وإزاي ممكن أستعيد توازن طفل نفسياً لما يشوف هذه المشاهد المدمرة لنفسية أي بشر كان فيه بالنسبة صورة جميل جداً كتاب أحفاد جيل منسي كان بيكلم أسر النفسية للدول للأطفال التي تتعرض للعنف والاعتداء بيبقى نفس الأسر النفسية اللي على المخ للأطفال في الدورة المجورة التي تشاهد مشاهد العنف يعني أنا ممكن يكون طفل مصري يشاهد المشاهد دي عشان كده دائماً بنقول ابعيده عن المشاهد اللي فيها قصف وقتل الأطفال نفس المشاعة ونفس تعامل المخ بالضبط يعني بنقول الأطفال اللي بيحصل لها على العنف الأسري بيحصل لها في المخ زي الجندي اللي لسه راجع من حرب نفس الأسر النفسية تماماً فالطفل في الدورة المجورة اللي بيشاهد مشاهد العنف مثلاً في غزة هيبقى نفس المشاهد الطفل اللي حصل له الأكشن ده أو الاعتداء فهو بيجيله اضطرابات ألأ بعد الاضطرابات الألأ بيجيله الله أعلم بقى أي نوع من أمراض النفسية اللي قد تحدث لو ما حصلش ساعتها أتدخل أتدخل اللي أنا أبدأ أعرف الموضوع وصل لأني ماذا وصل لأني تدخل هنا اللي هو التأهيل مرة تانية أو العلاج التأهيل تشخيص تشخيص نوع التدخل بمعمل إزاي دكتور طيب فريق طب كبير لازم تشخيص تشخيص من طبيب نفسي هو عنده إيه وده بيتم من خلال اختبرات نفسية علشان في حاجات هو مش هيبينة يعني أوقات ما فيش مظاهر مثلا هو ما عندهش أوات لازم يعنده كوابيس أو هل علي ما عندهش كوابيس هل علي ما فيش تباول لأراضي ما بيخافش من الظلمة أو بيخاف من الظلمة بيخاف من حيوانات في حاجة أسمعها أرهاب الوجود أنا خايف النموت عشان الأسر التي تشدد الديني فلو في حاجات غير ظاهرية فلازم أتأكد منها فببدأ في الاختبارات النفسية ببدأ أسأله لما بتقوم النوم بتبعي استرام عندك الرغبة لأنك تقوم ولا مش هايستمر حاجة خالص ممكن يوصل لهو عندوش الرغبة في النظافة الشخصية فالأسرة دي بتليلي آن نوع من أنواع للترابات النفسية اللي عنده خلاص تمام كده بنبدأ بقى نشوف النوع البريم ماب أو الخريطة تاع الجلسات المعرفية أو الجلسات تعديل السلوك اللي حين نبدأ فيها نغير البريم ماب بتاعته عشان نطلعه ما حدث حصل مشاعر فتأسلات سلبية فبحاول أغيره مشاعره من خلال تغيير الأحداث اللي حصلت في الإنراين مايند اللي عقل الباطن عشان يبدأ يتغير المايند سيت أو التفكير ده بيحصل إزاي يعني كتير من الفئات اللي بنقول إنها أقل حظا أو اقتصاديا قد تكون أقل شوية بيحصل لها استقطابة علشان عندها أمل في إنها قد يكون ده يسهل دخلها أو قد يبين لها إنه عيشها تانية هي اللي حتعيشها أو 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 علشان نقدر نعالجهم وعشان نقدر نخليهم ندمجهم تاني حصلتك بتقول في جلسات وفي علاج وفي قد يكون هو في الأساس تم استقطابه بسبب الظروف الاقتصادية إزاي نعالجه وإن كانت الأشياء دي قد تكون مكلفة وثقافتها مش منتشرة في وسط الجميع ومش هي دي الفئة المخطبة بالإعلام فنعمل كنترول إزاي طيب كان فيه أثر لما بيقولنا أنواع استقطاب سواء كان فيه نوع تاني نوع قمع القمع ده بيكون بشكل بين ساميه غير قصري بيصوى في الحياة قصري لما بيكون فيه فقر أو بطالة داخل البيت فبيحصل الأطفال الهجرة غير شرعية علشان خاطر هم معهمش فلوس أو الدول المجاورة اللي حصل فيها حروب في مكتب الأمم المتحدة كان بنزل بنود وقوانين دولية نوع تحريم أو تجريم استقطاب الأطفال لجماعات الرهبية وكان منزل برامج برامج دي دولية تحت رعاية الأمم المتحدة كانوا بيتكلموا فيها اللي هم عندهم برامج البرامج ده أول حاجة أنت بيتم رجوعه للبيئة بتاعته بيتم رعايته بعد كده ادماجه في المجتمع مرة تانية فالحاجات اللي خاصة بديه المؤسسات اللي في الدولة لما بيتم التعرف على أطفال أو مراحقين تم استخطابهم وإحنا خدناهم تاني بيخشوا في المنظمات هنا بيعودوا هنا في الأماكن المخصصة اللي هي الحكومية وبيتم العلاج الكامل اللي هيهم طبعا جيد طب قبل ما وصل لمرحلة التجنيد إيه هي أبرز البرامج الوقائية وزاي أعمل نريد أن نقول كده مناعة مجتمعية ضد الأفكار الخاصة بالإرهاب وتجميد الأطفال طيب أنا دايما بشوف أن المراحل الاستباقية زي ما أنت بتقول أي هم حاجة المشكلة منين؟ المشكلة كلها في نموذج الشبكة بتاع الاستقطاب كله بيتم استدراج الأطفال الصغيرين اللي بيعملوا أكاونت في أي حاجة من السوشيال ميديا دون السن دون 18 سنة أو بنتكلم ماشي قبل دخول سن البلوغ في بيتم عرض قدامك خلال السرش اللي أنت بتعمله فأنا لو أب أو أم مش حاضر مع أولادي السرش اللي هما بيعملوه والإعلانات اللي بتقدم لهم أنا كده في كارسة مش حنحضر هنعمل إيه بقى علشان هما خلينا منطقيين الناس في الشغلة أو في البيت بتعمل تفاصيلها ولو هما سامحين بالموبايل لمدة ساعة ولا ساعتين مش هما الساعة ولا ساعتين دول اللي هنبقى قاعدين قاعدين عنا في موبايل وهم مش هيقبل طيب هقولي حاجة لطيفة جدا سريعا جدا طيب فكرة الإجبارات المستمرة والقصوى الشديدة مع أولادنا والتهديد الزايد والإجبارات بدون اختيارات أنت إحنا كده داخلين في كارسة كبيرة جدا الإهمال والتهميش في التربية كارسة كبيرة جدا فإحنا لازم دائما نحب المعتدل ولا قصوى شديدة ولا التهديل الزايد لازم ناخد بنا من نوعية الأطفال بتاعتنا الجريئة والقوية لازم نكون فيه جسر تعاون عشان نبدأ نحكي شغل وقت فراغ دكتور نور أسامة عضو المجلس القوم للطفولة والمومة والاستشاري النفسي وتعديل السلوك نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرت صباح الفل